موسيقى هو فصل الخطاب وتقدير القيادة وآخر الكلام شرح واضح صريح وشفاف مرفق بموقف حازم حاسم من المرشد الإيراني السيد علي خامنئي إنه فصل الخطاب وفيه أن من يقفون خلف الأحداث الأخيرة أرادوا للشعب المشاركة فيها وعندما فشلوا لجأوا إلى العنف إنه فصل الخطاب وفيه رسالة للأعداء بأن أعمالهم الشريرة لن تحبط عزائم المسؤولين ولن تؤثر على الشعب لبل ستجعل الإيرانيين يكرهونهم أكثر إنه فصل الخطاب وفيه للواهمين والحالمين أن من يرتكب الجرائم بحق الشعب ويزعج المواطنين ويلحق الضرر بأرزاقهم هو أصغر من أن يلحق الأذى بالنظام إنه فصل الخطاب وفيه الوعد الأكيد بأن هذا الملف سيغلق من دون شك وعندها سيعود الشعب بمعنويات جديدة للمضي بمسيرة تطور البلاد وهذا وعد المرشد للإيرانيين أهلا بكم أكد المرشد الإيراني السيد علي خامنة أن ملف الشر سيغلق من دون شك وعندها سيعود الشعب بمعنويات جديدة للمضي بمسيرة تطور البلاد وخلال استقباله جمعا من أهالي محافظة أصفهان شدد المرشد الإيراني على أن الغرب لا يتحمل تطور إيران لأن تطورها والزهارها في العالم سيلغيان منطق ديمقراطية الليبرالية في الغرب هؤلاء الذين يديرون مشهد إثارة الشغب من خلف ستار أرادوا أن يدخلوا الشعب في المشهد وعندما لم يتمكنوا من ذلك بدأوا بافتعال الشر لعلهم يتمكنون من تثبيط عزيمة المسؤولين والأجهزة في البلاد لكنهم مخطئون فهذه الحركات الشريرة ستؤثر على الشعب وتجعله يكرههم أكثر من يرتكب الجرائم بحق الشعب ويزعج المواطنين ويلحق الضرر بأرزاقهم هو أحقر من أن يلحق الأذى بالنظام ملف الشر هذا سيغلق من دون شك وعندها سيعود الشعب بمعنويات جديدة للمضي بمسيرة تطور البلاد أعمال الشغب ليست تهديدا للشعب الإيراني بل هي فرصة أثبت فيها الشعب موقفه ووقوفه خلف شهدائه في مراسم التشيع الحاشدة أهلا بكم مشاهدين إلى هذه التغطية المباشرة من العاصمة الإيرانية تهران وينضم فيها إلينا العميد علي رضا أفشار رئيس مركز أبحاث الحرب الناعمة في جامعة الدفاع الوطني العليا وكالعادة كل الترحيب بزميلتي فاطمة فتوني موفدة الميادين أونلاين إلى تهران أبدأ معك عميد تحديدا بالنقاط اللي جاءت بكلام المرشد الإيراني عن موضوع إغلاق الملف بشكل كامل ماذا يعني هذا الكلام هذا التأكيد أولا سواء للشعب الإيراني في الداخل أم حتى للأعداء بسم الله الرحمن الرحيم أحييك وأحيي مشاهديك الكرام والأعزاء وأمل أن نجيب على أسئلتكم الكريمة وما تفضل به سباحة القائد في حديثها الأخير وكذلك في كلامها الأخير فإن أهم نقطة هو تبديل التهديد إلى فرصة من قبل الشعب الإيراني كما حصل في السابق كما في الحرب المفروضة علينا في فترة الدفاع المقدس رغم كل الضرر ورغم تقديم ثل من الشهداء فإن إيران خرجت بصواليخ باليستية وقدرة دفاعية وردعية كبيرة جدا عززت أمنها ونشرت هذا الغطاء وهذا الأمن على كل محور المقاومة وشعوب المنطقة وهذا كان توفيقا حصلنا عليه من خلال المقاومة في الحرب المفروضة من قبل الباد صدام وفي الحرب الناعمة هذه أيضا سوف نتمكن في هذه الأحداث الأخيرة وكذلك تكالب الأعداء علينا بأموال طائلة جدا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المضلل الذي حاول التأثير على أذهان الشعب من خلال الحرب المعرفية فبكل تأكيد نحن سوف نتمكن في هذا المناخ وبهذه الفرصة أن يكون شعبنا أكثر مقاومة وأكثر معرفة بالعدو ويكون صبره وبصيرته ومعرفته بالعدو أكثر من السابق بكثير وإن شاء الله نستطيع أن نمتلك من هذه القدرة النابعة من البصيرة أن نواجه العدو في الحرب الناعمة والإعلامية والحرب المعرفية أيضا تحدث أيضا المرشد عن نقطة ما يجري الآن هو الشرارة لإرهاق مسؤولي الدولة والجهاز الأمني ما الخطر في أمن إيران؟ يعني نتحدث هنا أمنة ومنظومة الأمنية داخليا وخارجيا ربما هنا أنتقل معك عميد للحديث إيران كان لديها خبرة بأحداث الشغب التي كانت عام 2008 وأيضا لديها خبرة بالإرهاب سواء في سوريا أم حتى بالعراق لكن اليوم هذان العاملان يلتقيان على أرض إيران الشغب والإرهاب والدماء والقتل وغيرها هذا بماذا سيغير المعادلة؟ تخصص نيروحية العديد نعم هذا سوف يزيد خبرة على أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية وهذا سوف يساعدها بكل تأكيد على إدارة المناخ الداخلي وفرض الأمن الجديد ولكن ما يحصل هو فقط التأثير على الشعور بالأمن فعدد القتلى في أمريكا مثلا في الأماكن العامة الآن أكثر من إيران ولكن الأجوال الإعلامية هي مصلطة ومستهدفة ضدنا موجهة ضدنا بشكل كبير وبالطبع هدفهم هو زعزعة الأمن ومنع تقدمنا وخاصة جعل أجواء في الداخل هي تبدو كأنها مزعزعة وأن ضريبة الأمن في الداخل هي تجعل مثلا الكثير يشتبه بإخراج مثلا روسيا أموالهم من إيران هم يسعون وراء ذلك لظالم الأمن والاستقرار وهذه هي معنى الحرب المعرفية والإعلامية ولكن الأمن وضوء آخر وهو تخصص استقبارات يحظى بمعايير وخصاص مختلفة وما يحصل الآن هو سوف يتيح لنا فرصة لتعميق الأمن في الداخل ولتحصين الداخل ضد الحرب المعرفية وخاصة من خلال مشاركة عناصر الداخلية كالشعب وقواء الأمن وقواء التعبئة وتعزيز الأمن على المستوى الوطني بعناصر أقوى تمنع تغلغل من جديد وأنا أطمن مشاهديكم الكرام بأننا خلال هذه الحرب المعرفية تعرفنا على أساليب جديدة لتغلغ العدو وقمنا باعتقال أشخاص كثر وبكل تأكيد سوف يعزز الأمن باعتقال هؤلاء وهذا طبعا مستمر التأمر ضدنا وكان هذه المرة تم تخطيط من فترة طويلة طبعا لأنه مستمر هذا المخطط كيف سيغلق هذا الملف؟ ما الأسس المقومات لإغلاقه موجودة الآن؟ أم هي بحاجة إلى فترة من الصبر؟ ربما طبعا نتحدث دائما عن صبر استراتيجي تستخدم إيران إذا أمكن أن تشرح لنا عنه متى يحين وقته؟ بالي بكل تأكيد طبعا لا يمكن تحديد فترة محددة لغلق هذا الملف كما في الأحداث المشابهة في 2009 وفي 2016 والأحداث المشابهة طبعا استغرقت سبع إلى ستة أشهر حتى استطلنا سيطرة على الأزمة وأغلقها بشكل كامل والدور النهائي طبعا كان للشعب والكلمة الأخيرة وفصل الخطاب كما جاء في تقريركم هو كان لسماحة القائد ولحنكته ولذكائه وبكل تأكيد نحن نقترب من إغلاق هذا الملف ولكن ما يحدث هو أحداث بسيطة ولكن مضخمة إعلاميا أي في الحالة الاعتيادية فهذه الأحداث ربما تحدث بين الخلافات القومية والعائلية وفي أحداث القتل ونحن طبعا بلد متنوع ذا أكثر من 85 مليون نسمة ولكن الإعلام يركز على هذه الأحداث الصغيرة ويضخمها وينشرها على الرأي العام العالمي ويخلق لنا المشاكل ويصور كأنها لا وجودة للأمن ولكن باعتقال هؤلاء الأشخاص الذين يديرون هذه الفرق الإرهابية والإجرانية فإن شاء الله بعد تفكيكهم سوف يعاد الأمن في المجتمع قريبا برأيك الأعداء على ماذا يريدون أن يقايدون سيادة العميد على تنازلات ربما في الملف النووي من إيران على تنازلات في الميدان في الساحات المفتوحة اليوم التي تخوض فيها أو يخوض فيها محور المقاومة حربه على الإرهاب أم على أمور أخرى ما منظورك لهذا الموضوع ما المطلوب أن تقدموا من تنازلات أو مقايدات إيران حتى يتم ربما الرضا عنها كما يقول الغرب لأنه هدفه هو يعتقد انهاكة والوصول إلى ما تريد الوصول تحديدا بالملف النووي وصول إلى أنه تخضع لكل الشروط نعم في ظهرهم يسعون الحصول على امتيازات بسيطة جدا بحسب رأيهم ولكن هذا هو بداية امتهاك استقلال بلدنا ووحداتنا وبالطبع وصلتنا رسالة من قبل الولايات الأمريكية بالتراجع مثلا في قوة الباليستية أو في نفوذ إيران في المنطقة وفي التفاق النووي ونعلم جيدا من خلال تجاربنا ومن خلال تجارب البلدان المجاورة أنهم سوف لن يقتنعون حتى بهذه الامتيازات البسيطة للتخلي عن دعم الارهابيين وبكل تأكيد فإن رصيدنا الأعظم والأكبر والذي يدعم اقتدارنا هو الاستقلال فهم يريدوننا أن نصبح بقرة حلوب مثل السعودية وأن نخضع لأرادتهم ونحقق لهم ما يطلبون في المنطقة وفي بلدنا وهذا طبعا غير مقبول وهذا طبعا خيانة لدماء شهدائنا فكل قطرة من شهدائنا الأبرار هي أكبر من كل هذه الإنجازات ولا تسمح لنا بالتنازل وهو هدف جبهة المقاومة الأساسية وهو الاستقلال وعدم الخضوع لهيملة الغرب والشرق بل نحن ننشد الاستقلال لنا لمحور المقاومة والشعوب المنطقة وهذا طبعا ما ينشده الشعب أيضا ويدعم الحكومة والقيادة لتحقيق ودعم هذا الاستقلال فعداوة أمريكا منذ انتصار الثورة لحد الآن هو حول موضوع الاستقلال وباقي الأمور هي أمور فرعية ونحن أنفقنا الكثير للحصول على هذا الاستقلال لأنهم يخافون أن هذا النموذج إذا نجح فأنه سوف يصبح نموذج مقتدى ويحتدى من قبل شعوب المنطقة للدفاع عن مصالحهم الوطنية وبالطبع هذا سوف يهدد مصالح القوى الغربية في المنطقة والعالم صحيح السيد الرئيسي بحديثه للميادين قال أن أطراف إقليمية تأكيدا على كلامك تبعث رسائل للتعاون لكن أفعالها هي غير ذلك وسيندمون على هذا النفاق نعم في الإعلام هم يتكلمون كلاما كاذبا نحن طبعا حصلنا على الكثير من الأسلحة الأمريكية من الإرهابيين خلال فترة الأخيرة فهم طبعا لا يخجلون من ذلك فهم يتكلون عن إيجاد داعش وطبعا لا يستحقون من الإعلان عن دعم الإرهابيين في العالم فهم فشلوا وأيضا أريق ما وجههم على الصعيد الدولي ولكن لديهم قدرة اقتصادية وقدرة عسكرية ولديهم قدرة مالية ينفقونها ويستعينونها بالدول الرجعية للإنفاق في هذه الحرب المعرفية وهذه الحرب غير المتكافئة فنحن من ناحية إنتاج المضامين وسيطرة الإعلامية على الأفكار العامة حتى في الداخل لدينا نواقص ومشاكل وأنا مجبورا أقول بأن في الفترة السابقة كانت حكومات حكمت في بلدنا وثقت بالغرب وأيضا وضعت كل برامجها في التعامل مع الغرب وهذه حقيقة مريرة وفي الحقيقة عليه حال فإن حكومة السيد الرئيسي والتيار الثوري الذي جاء وأمسك بزمام الأمور في البلد لحل الأمور الاقتصادية والاجتماعية وحتى الموضوع الأمني والحرب الناعمة والسيطرة على الفضاء الافتراضي وكذلك الإمساك بالقدرة الإعلامية طبعا الحكومة لديها مشاريع وتتقدم بسرعة كبيرة وبكل تأكيد فإنهم يحاولون الضرب هذا التقدم بكافة الوسائل قبل أن أنتقل إلى زميلة فاطمة بما أن حدثني فقط عن موضوع وجدنا أسلحة أمريكية تتحدث بالأسلحة التي يتم تهريبة الآن بهذه الأحداث التي مرت أسلحة أمريكية وماذا غير عن هذه الأسلحة أسلحة أمريكية إسرائيلية أي نوع أسلحة وجدتموها أيضا في الاعترافات ما المعلومات التي توفرت كانت صادمة بمكان ما ماذا عن الأسلحة بداية نعم للأسف ليس في اعترافات المعتقلين الرهبيين بل حتى من خلال علاقاتهم مع أمريكا وبريطانيا والكيانة الصهيوني فأيضا تدريباتهم هناك وكذلك الأموال الضخمة التي حصلوا عليها مقابل هذا الإجرام فمثلا الشخص الذي يطلق قناني حارقة يقبض حفن من الدولارات والذي يوزع ذلك القناني فيحصل على أيضا مبالغ محددة والذي ينقل هذه القناني الحارقة إلى الشوارع يحصل على مبالغ وفي اعترافاتهم أيضا كشفنا حساباتهم وكيف أودعوا الأموال والأسلحة طبعا الأمريكية فأيضا هذه الماركات كانت واضحة وحتى لم يمحوها في الوضع الذي شاهدناه وخاصة في عمليات الاغتيال وهذا طبعا هو تحليلي ووصلنا إلى هذه النتيجة من خلال التحليل ومن خلال الاعترافات بأن الاستكبار العالم والتحدثة المريكية أن ينقلوا الاحتجاجات إلى حرب شعبية أي عندما يبدأ فريق مثلا في ساحة والعصر وسط البلاد بالشغب فكانوا يدعون الناس الالتحاق بهم ولكن رأينا بأن الشعب ينفض من حولهم ويتركهم وحيدا أمام السلطات الأمن لذلك فأنهم لجأوا إلى العنف وإلى الإرهاب والاغتيالات وهذا يثبت فشلهم في تبديل الاحتجاجات إلى اعتراضات عامة سأعود إليك عميد ننتقل للرصد على مواقع التواصل الاجتماعي وهي أيضا كما نقول دائما ساحة حرب أيضا هذه المواقع بوجه إيران كانت مفتوحة لكن أيضا ناشطين الإيرانيين لها بالمرصد وستضعنا كما كالعادة فاطمة فتوني زميلتنا بهذا الرصد تفضلي فاطمة أولا اسمح لي أن أرحب بك وبالضيف الكريم معولا أهلا بكم مجددا بعد أعلان الاستخبارات في سستان وبلوشستان اعتقال خمسة من منفذي العملية التي أدت إلى استشهاد إمام مسجد مولاي متقيان في زاهدان واعتراف المعتقلين بالتواصل مع التنظيمات المناوئة وأجهزة الاستخبارات المعادية لإيران تدول الناشطون هذا الخبر وأكدوا وقوفهم إلى جانب إيران حكومة وشعبا وذلك من أجل إسقاط كل المؤامرات التي تحاك ضد بلدهم والتي أصبحت واضحة وضوح الشمس ولا يزال ناشطون يتدولون مشاهد تظهر مرتكبي العنف والأسليب التي يعتمدونها في قتل الأبرياء في هذا المشهد الذي يظهر أمامي أحد أفراد رجال الأمن وهو يطلب من الناس عدم التقدم بسبب وجود المخاربين وفي الجهة المقابلة أحد هؤلاء المخاربين يطلب إحضار الأسلحة الحربية من أجل استهداف المرة ورد أحد الناشطين على المناوئة مسيح علي نجاد والتي لا تزال تحرد على إثارة العنف وتنشر الأكاذيب عبر صفحاتها في منصات التواصل رد هذا الناشط عليها على تغريدة نشرتها هذه المناوئة لمشاهد العنف والتخريب الذي يقوم به مرتكب العنف بمقطع يظهر الحشود التي خرجت في تشيع الشهداء الذين ارتقوا في الفترة الماضية وهم يحملون علامة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكتب هذه مشهد وقال أحد الناشطين هاجموا كل معتقدات ومقدسات الشعب الإيراني عادوا الإسلام فأحرقوا القرآن وأدرموا النيران في المساجد عادوا إيران فأحرقوا العلم الإيراني واستهزأوا بالنشيد الوطني هل هؤلاء تهمهم فعلا مصلحة الشعب الإيراني؟ وحول الأكاذيب التي حاول المناوئون ترويجها فيما يخص استشهاد الطفل كيان بير فلك نشر الناشطون فيديوية تحت تحدث فيه والدة الشهيد الطفل كيان وتقول استهدفت سيارتنا بالرصاص ما أدى إلى استشهاد كيان وأرجو أن لا تستغل هذه الحادثة من بعض الجهات لأهداف معينة لأن حسابي على إنستغرام جرى اختراقه وكل ما ينشر فيه لست مسؤولة عنه فأنا فقط أنشر بعد أعمالي وأطلب أن يتم التحقيق في الحادث والاقتصاص من القاتلين وإلى مقطع آخر تدوله الناشطون يظهر أحد مصابي قوات الأمن الذين كانوا موجودين في موقع استشهاد الطفل كيان وهو يقول طلب مننا التمركز عند تقاطع الهلال الأحمر ولم يكن معنا سلاح حربي وفجأة بدأ إطلاق النار علينا بالرصاص الحي فتفرقنا لكي لا نصاب ثم تقدمت أنا وأحد زملائي لنرى من أين يجري إطلاق النار وفي هذه الأثناء كانت السيارة التي تقل الطفل كيان وعائلته تتجه نحو مكان الحادث حيث بدأنا بالصراخ عليهم بأن لا يتقدموا لأن المكان خطر وهناك إطلاق الرصاص من جهات مجهولة وبعدها رشقنا نحن والمدنيين بوابل من الرصاص وأصبت أنا وتكذيبا لمزاعم الهنويين حول قصة وفاة أيلار حقي نشر مقطع يظهر الطريقة التي توفيت فيها ويوثق الحادثة لحظة وصولها إلى برج شهران وسبب الوفاة كان سقوطها في إحدى الحفر الكبيرة وأيضا يظهر في وسط هذا المقطع والد الفتاة وهو يقول أن وفاة ابنته لا علاقة لها بالأحداث الأخيرة وقام الناس بكتابة بعض الشعارات على بعض المحالة التي قام أصحابها بتشجيع قاتل الشهدين دانيال ردا زادة وأحسين دانيال زادة لكي يعرفهم البقية على حقيقتهم ومع مشهد تشييع الشهيد في مدينة مشهد هذا المقطع نشره الناشطون الإيرانيون يظهر الحشود التي شاركت في وداع الشهداء موسيقى وفي سياق تغطيتنا إيران تكشف الأقنعة موقع قناة الميادين في مواكبة دائمة ومستمرة لأهم وأبرز الأحداث التي تحصل في الساحة الإيرانية كان هذا كل شيء بالعودة إليك علا فاطمة دائما شكرا لك يعني هذه حقيقة المشاهد هي الحقيقة كما كنت تتحدثين عن مشهد وكل يوم كنا نتحدث عن أكثر من منطقة والمظاهرات التي تخرج بها دعما لنظام الجمهورية الإسلامية في إيران هذه هي الحقيقة ليس فقط الحقيقة هذا هو الحق الذي يجب حقيقة أن ننقله كنت أنتظر حتى يمر بعض الأيام هذا المشوار الأول لك إلى تهران أنتظرت حتى يمر أيام يعني وأنت تذهبين للقاء الناس وتحتكين بشكل مباشر في الأسواق في الأماكن السياحية أخبرين عن تجربتك فاطمة مع الناس مع الشوارع مع كل شيء يعني ينبض بالحياة حتى أنت ذكرت لي أكثر من مرة كلما نكون في الخارج أنه تهران جميلة كررتي هذه الجملة أود الآن أن أسألك مع المشاهدين يعني ماذا عن هذه التجربة نعم أولا تهران جميلة جدا كانت هذه الزيارة الأولى التي أقوم بها إلى هذا البلد ومن خلال الجولات التي قمت بها إلى عدة أماكن في تهران لمست يعني من خلال أيضا المقابلات التي أجريتها على أرض الواقع مع الناس كنت على احتكاك مباشر معهم لمست الطيبة عند هذا الشعب الذي يحب الحياة والذي يعي أيضا جيدا حجم المؤامرة التي تحاك ضد هذا البلد يعني الذي عانى ومازال يعاني من المرتهنين والمناوئين أيضا يعني أيضا لمست حجم الوعي والإدراك لكل الأحداث التي حصلت في الآوينة الأخيرة صحيح أنهم يعانون نتيجة للعقوبات المفروضة والحصار الأمريكي والغربي لكنني بكل وضوح لمست وسمعت وتأكدت أيضا بأن هذا الشعب يرفض أن يستسلم ويرفض الرضوخ ويتمثك أيضا بكرمته التي عنوانها سيادة قراره وحريته أيضا أنها من أجمل الأماكن التي قمت بزيارتها في حياتي كل شكو لك دائما زميلة فاطمة فتوني موفدة الميادين أونلاين إلى طهران عميد قبل أن نكمل حديثنا وحوارنا هل لك بداية من تعليق على ممر في هذا التقرير لزميلة فاطمة؟ نعم هذه حقيقة الشعب في بلدنا لتعكستها زميلتكم القديرة فاطمة والشعب طبعا أثبت من خلال مقابلات لأجرتها زميلتكم بأنهم على درجة عالية من الواعي وهذا ما قصده سباحة القائد بالعودة الطبعية للحياة في طهران وفي سائر المدن والكل يعلم بأن الأمن السائد في تلك المناطق هو يختلف لما يصوره وسائل الإعلام المضللة حول زعزعة الأمن وهم طبعا أهدافهم واضحة ولكن كما في السابق جربنا هذا الأمر فالزائر روسي وحل الأجانب عندما كانوا يأتون إلى إيران كانوا يستغربون بالأمن السائد والتقدم وكذلك طيبة الشعب الإيراني ومضيافته وهذا بسبب حجم الإعلام المضلل ضد بلدنا في وسائل الإعلام المغرضة وكلهم بعد يوم ويومين مثلا كانوا يقرون بحجم تلك الأضاليل وبطبعها أولاق عندما كانوا يعودون كانوا هم يكشفون الحقيقة وهم سفراء للحقيقة كما قناتكم الجديرة والحمد لله أنا أكد مشاهديكم بأن الأمن هو سائد ومستقر في كافة المدن وحتى في العاصمة والشعب واعي جدا ولا يعير أي أهمية للمضلل للعدو عميد ابقى معنا شكرا لك من جديد زميلتي فاطمة مشاهدين فاصل وانعود مشاهدين فاصل وانعود من جديد مشاهدين أهلا بكم وننتقل مباشرة إلى زميلة بيسان طراف بيسان يعطيك ألف عافية فضلي مرحبا علا ومرحبا لضيفك الكريم يعني علا من خلال ما رصدناه من مواقف العلماء دين سنة والشيعة وتحديدا في محافظة سيستان وبالوشستان برز بوضوح أهمية ودور هؤلاء العلماء وكم هم مستهدفون وهدف أساسي بالنسبة لإعداء الجمهورية الإسلامية في إيران هذا ما شهدناه خلال الأحداث الأخيرة عندما تعرض الشيخ سجاد شهرك إمام جمعة مولاي متقيان في مدينة زاهدان لعملية اغتيال ممنهجة ومقصودة وأثناء توجه إلى مسجده لإقامة سلطية المغرب والعشاء نحن الآن هنا في منزل العائلة التي ما زالت حتى اليوم طبعا تتقبل التعازي باستشهاد الشيخ سجاد هذا الشيخ هذا الشهيد الشاب الذي يبلغ من العمر 32 عاما وكان محبوبا كثيرا وراه تأثير كبير عند أهالي هذه المدينة سنتحدث أكثر طبعا عن دور وشخصية هذا الشيخ الشهيد الشاب مع زوجته السيدة وجيها وأيضا مع أخيه نبدأ من عند زوجته اليوم السؤال الأول اليوم الاستخبارات العامة في محافظة سستان وبالوشستان أعلنت أنها اعتقلت من اختال زوجي نود أن نعرف الآن ما كانت ردة فعالك عند سماعك لهذا الخبر وما هي رسالتك؟ أنا شعرت بالفرحة العام لإعتقال قاتل زوجي وأمل أن ينال عقابه فكما سلم حياة زوجتي ويتم ولدي فآمل أن أيضا ينال عقابه الصارم على يد العدالة وفي الحقيقة أنا أعتقد بشكر جزيل لقواء الأمن والاستخبارات وأتمنى منهم أن ينفذوا به العدالة بأسرع وقت كما قلت يعني كان الشيخ الشهيد سجاد شهركي محبوبا كثيرا ليس فقط في مدينة زاهدن بل على مستوى محافظة سستان وبالوشستان لدوره الإنساني هنا أخبيرينا أكثر عن الشهيد شهيد كان شخصية محبوبة وكان يقوم بأي عمل لأي شخص يطلب منه المساعدة سواء كان سنيا أو شيعيا وكان يقوم بكل ما يستطيع وأينما تكون الحاجة فكان يهب للدعم وحتى مثلا في سيول منطقة جابهار فهو هب لمساعدة المتضرر ومنكوبين وقام أيضا بتهيئة وسائل المنزل لهم وكذلك في موضوع دعم الجائحة فبدل جهودا كبيرة مثلا لغسل الموت وكذلك الصلاة عليهم وتدفينهم وكذلك في توفير الدعم للمساكين والمحتاجين وكان يقوم بالدعم والمشاركة في المؤسسات الخيرية ويوفر لهم الدعم شخصيا وكان دؤوبا في العمل وكان يركز على الوحدة ويوصينا بالوحدة وكان يوصينا بعدم انتهاك مقدسات أهل السنة والشيعة وكان أيضا يوعينا بأهداف العدو لضرب هذه الوحدة وكان يعتبرها ثمنا وجوهر ثمينة جدا يجب أن نحافظ عليها لأن العدو يحاول سريقتها منها بأي ثمن فهو كان شخصيا واعيا وكان يعمل للآخرة وكان يتمنى الشهادة في كل وقت وأشكر الباريس سبحانه وتعالى الذي منحه هذا الوسام الرفيع واختاره لنفسه مع الشهداء والصدقين تعزينا لك سيدة واجيها الآن سأتحدث إلى أخيه بداية تعزينا الحرة السؤال الأول كيف جرت عملية الاختيال وأيضا لماذا تحديدا اليوم يستهدف شخصية أو تستهدف شخصية مثل الشيخ سجاد شهركي في هذه الأحداث تحديدا نحن كنا في البيت وعندما خرجنا من البيت فاستهدف أخي وطبعا عندما ذهبنا إلى المستشفى فرأيت بأن الطاقم الطبيعي يجري عليها العمليات المناسبة تقريبا لأكثر من نص ساعة ولكن إصابته كانت بليغة جدا فنال شرف الشهادة والذين قاموا بهذه العملية الإجرامية كانوا شخصين أو ثلاثة أشخاص استهدفوا الشيخ كانوا منتظرين عند باب المسجد فعندما نزل من السيارة عند باب المسجد فاغتنموا هذه الفرصة وعدم وجود أي شخص هناك فاغتلوا هناك وفروا من المكان وهناك أنا أرجو من قوى الأمن والاستخبارات الذين قاموا بهذا العمل المهم باعتقال المنفذين أن ينفذ بهم القصاص العادل والسبب الأساسي لإغتيال الشيخ لأنه كان رمزا للوحدة في محافظة سنو بلجستان بين الشيعة والسنة وكان رمزا لهذه الوحدة من ناحية العملية وفي خطاباته على مختلف المنابر كان يوصي أهل السنة وكان يوصي الشيعة كذلك بهذه الوحدة وأهميتها وكان يبادر في مدن المحافظة لدعم المساكين والفقراء وكان يساهم أيضا في افتتاح وبناء المساجد والحسينيات وأيضا كان يهب لمساعدة العوائل المسكينة وكان يساعد مثلا في فك أسر وكذلك دفع الغرامات وتحرير المسجونين الماليين وأخي طبعا الكل عندما استشهد جاء المشيعون وعندما قلت لهم بأنه هذا أخي فالكل كانوا يقولوا هذا أخي والآخر كان يقول هذا أبي وهذا يدل على المحبوبية العميقة في قلوب أهالي المحافظة وهو كان يؤكد على عمق الوحدة العملية بين الأسر الشيعية والسنية وكذلك التحابب والتوادد والألفة وكان هو يطبقها عمليا وينشرها بين الأسر واختياره للاختيال هو لزرع الفرقة بين أهل السنة والشيعة في هذه المحافظة ذلك انتخبوا هذا الشيخ ولكن نؤكد لهم بأننا متراصون ضد تآمرهم ونحن ثلاثة أخوة سوف نكون كلنا على هذا الدرب ونكمل نهجه وسوف نواصل الالتزام بديننا وتعاليم ديننا والدفاع عن قيم شهدائنا نعم عليا في نهاية رسالتي أود أن أشير إلى أن دماء الشهداء خلال الأحداث الأخيرة وأيضا حجم الوعي الشعبي الذي سال خلال هذه الأحداث وأيضا هم سيفشلون مخططات هذه المؤامرة التي أراد منها الأعداء ضرب هذه الوحدة والنسيج الاجتماعي الذي تتميز بالجمهورية الإسلامية في إيران على كل حال بيسان تحية لعائلة الشيخ الشهيد تحية لهذا الصبر حقيقة تحية لهذا الإيمان تحية لهذا النهج الثابت والمتجذر حقيقة كل الشكر لك ولضيوفك عائلة الشيخ الشهيد طبعا بيسان كنت معنا من هناك عميد أعرف أنك يعني عميد وأعرف أنك رئيس مركز أبحاث الحرب الناعمة بجامعة الدفاع الوطني العليا لكن كثيرون لا يعرفوا أن هذا الصبر وهذا الإيمان قادر على كسر كل المخططات وكل التآمر وكل أموال العالم كله وأن وضعت وكل الإعلام المغرد وكل الشغب وكل القتل أمام يعني لا كلمات تصف كل يوم نكون بمقابلة من بيوت شهداء حقيقة لا كلام يوصف أعرف أنك رجل عسكري لكن تعرف تماما لأنك إيراني أيضا ومن هذا الشعب أنه هذا أقوى سلاح يمكن أن يواجه به نعم أنا طبعا شخص قاد عسكري ولكن لست بالمعنى الحقيقي أنا خريج فرع الهندسة الميكانيكية ولكن لم كنت أفكر بأن أكون عسكريا ولكنني عندما فرض الحرب على بلدي فإنني تشرفت بالبزة العسكرية للدفاع عن بلدي وكنت في خدمة المؤسسة العسكرية فيما يتعلق بما تفضلتم به فحقيقة يجب أن نحن رؤوسنا أمام هذا الصبر وهذا الثبات والعزيمة فبعد كل هذا الضغوطات القصوى والضغوطات المعيشية من قبل الغرب فرغم تكالب أكثر من 37 دولة خلف صدام ولكننا حققنا النصر وأنتم تعلمون جيدا بأن الإمام عليه السلام في حربه مع معاوية في الحرب الناعمة هو خسر أمام معاوية بالحرب الناعمة وبالتضليل وبقلب الحقائق لماذا؟ لأن معاوية كان يستخدم كل أدوات الحرب الناعمة ضد الإمام علي كان مثلا يهاجم القرى ويتهم الإمام علي بمهاجمتها وكان يوجد مناخا بين المجتمع الإسلامي وكان يلفق التهم ضد الإمام علي عليه السلام وحتى عندما استشد الإمام علي في محراب صناته سأل الناس وهل كان الإمام علي يصلي حقا هذا هو الحرب الإعلامية ولكن شعبنا يختلف عن صدر الإسلام فإمام الراحل أشاد بهذا الشعب وببصيرته العالية وهو يدافع عن المظلوم سواء في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وحتى في إيران أي أن الشعب يعرف بأن قواء الأمن والتعبئة والحرز الثوري مظلومون أمام قواء الشر ويدافعون عن قواء الأمن ويعرفون الحق ولذلك هم يصبرون ويقاومون في هذه المشاهد الراعة التي عكستها كاميرتكم حتى أننا بعض الأحيان نغبطهم وحتى أننا بعض الأحيان نشك بأن الشعب ربما سوف لن يستمر ولن يصبر ولكن مثلا في تشييع شهيد قاسم سليماني عندما نزل الشعب بشكل هادر إلى الشوارع تفاجأنا بعمق إدراك وبعي الشعب وهذا ما جعل قلوبنا أيضا تشعر بالقوة والأمل وطبعا الظاهر وكلام الشعب وانتقاداتهم طبعا هي في مكانها محفوظة ولكنهم في الدفاع عن قيم وأسس هذا النظام هم صامدون وهذا هو رمز انتصارنا على المؤامرات بالصبر وبمقاومة وبثبات هذا الشعب الجدير بالتقدير رؤيتك عميد علي رضا أفشار برأيك هل سيفتحون لكم أكثر من ساحة في هذه المواجهة أتحدث عن دول محور المقاومة كلا واليوم ما الذي ترتب على استراتيجية جديدة لهذا المحور على أي حال فأن المستقبل سوف تبين بشكل واضح بأي مواقف يجب أن نتخذها وأي استراتيجية يجب أن نتخذها فبعض المسؤولين هددوا السعودية أن تختار بين المناخ الإعلامي الذي تنفقون عليه ملايين دولارات وحقيقة كلامكم يجب أن تنتخبوا واحد من ذلك وتبين مواقفكم هذا هو تهديد جدي من قبل المسؤولين جمهور الإسلام الإيرانية وهم يجب أن يطمئنوا بأن أمريكا وإسرائيل سوف لن تحميهم وسوف تخلي ظهورهم في مواقع الخطر ولكن صبر الاستراتيجي لهذه الثورة هي تستوجب الدفاع عن بلدنا وعن شعبنا وأن نواصل إدارة هذه الأحداث والسيطرة عليها وكذلك اجتثاث جذور هذه الفتنة التي أرسلت من قبل القواء العالمية وطبعا هذه الأحداث كشفتهم لنا وهم طبعا صيد ثمين بالنسبة لنا ولكن بشكل عام أجمال الإسلامية الإيرانية على أي حال في مكانها وفي المكان المناسب في زمن المناسب سوف ترد على هذا التآمر سواء لفرنسا وألمانيا والبلدان التي دخلت بشكل مباشر بدعمهم للرهاب وندعم وطبعا أي ظن دعموا ولم يدينوا جريمة شهجراء وهذا يبين دعمهم للتيارات الرهابية هؤلاء سوف يتلقوا عقابهم في الوقت المناسب الجمهوري الإسلامي الإيراني أثبتت لهم الكهان الصهيوني ولبلدان المنطقة المتامرة أنهم يعلمون كيف سوف نرد عليهم ولن نعلن ذلك ولكنهم يعلمون جيدا بأننا لن ندعهم في كلام نقل عن أمين عام مجلس التعاون الخليجي يقول فيه أن الغرب فهم متأخرا تحذيراتنا من تهديدات إيران بالمنطقة والعالم ودعم إيران لدول أخرى بالمسيرات جعل الغرب يفهم أخيرا ما حذرنا منه نعم هؤلاء أي حال من جهة الاتهامات التي تلفق ضد إيران وموقف جمهوري الإسلام لأنه واضحة جدا وردت على هذه الاتهامات ولكن بعيدا عن هذا التلفيق الإعلامي على أي حال هذا اعتراف غير مباشر بالقدرة الردع في جمهوري الإسلامية الإيرانية وهم يشعرون بالخطر منها فهم يجب أن يعرفوا جيدا بأن هذه المسيرات التي لم تسلم هي أساسا للدفاع عنهم والدفاع عن شعوب المنطقة لكن ما أردت أن أقوله هذا التصعيد مقابل دائما بكل المقابلات التي أجريتها تقريبا كان في قول أنه دائما إيران تسعى للحوار والانفتاح والتقارب لتأتي هذه المواقف يوميا التصعيدية برأيك هي مصلحة هذه الدول الخليجية تحديدا السعودية هل تمارس السعودية ضغوط على دول خليجية أخرى أن تأخذ نفس المنحة التي تأخذها مع إيران نعم هذا واضح جدا وموجود في سياسة استراتيجية الجمهور الإسلامية الإيرانية هي علاقات الحسنة مع كافة دول الجوار وهذا هو لصالح المنطقة رغم أن الاستكبار العالم وصاني يسعون بث الخلافات بيننا وأن يرهبوا هذه الدول من إيران ولا يسمحوا بالتعامل المناسب والمطلوب بيننا وبين دول الجوار ولكن نحن بشكل مستقل سوف نرد على هذه الخبائث في الوقت المناسب ولكن في سياسة استراتيجية وطولة الأمد بكل تأكيد نحن نسعى وننشد علاقات الحسنة مع دول الجوار وخاصة دول الخليج الفارسي ودول الإسلامية ابقى معنا عميد نشرت وكالة إيرنا فيديو تحت عنوان أول فيلم من لحظة إطلاق الإرهابيين النار في إيزاي ويبدو من التسجيل أن العناصر لا يملكون أسلحة حربية نتابع هذا الفيديو اهلا أن اخوأ لم يأطر computers من اخوأ لم совر 80% لا تقض persecuted لا تقضي لا تقضي لا تقضي لا تقضي مرتضي هو رقder الكفل لا أعلم لا أخوأ ولكنني بنفس درس البلع Government البلع Shawn المترجم المترجم لنب сделام لنبعد عرض التلفزيون الإيراني تقريرا يظهر كيف كانت تطلب المناوعة للنظام الإيراني مسيح علي نجاد من أمهات قتل الأحداث عام 2019 أن يقولن أن أولادهن قتلوا على أيدي القوات الأمنية وتعلمهن ماذا يقولن حرفيا يجب أن تعطي الهاتف لوالدتك وتعلميها ذلك كي لا تظهري أنت في الفيديو مدة كل فيديو يجب أن تكون دقيقة واحدة سأضح ذلك أكثر ولكن أعلم أن ناهد ستقول لك أيضا أنا والدة إبراهيم جئت بهاتفي إلى الشارع إلى المكان الذي قتل فيه ولدي هذا هو الشارع ثم أنا أربط هذا الفيلم مع فيلم ناهد وأقول كلمة عن إبراهيم وكلمة عن بويا لتروي السيدتان قصة ابنيهما عميد دعالي رضا في شهر أعود إليك للتعليق على هذه المشاهد الفيديو الأول للعناصر الفعلا لم تكن الفيديو وتابعت معنا لم تكن تملك أسلحة وهذا الفيديو الثاني فيديو الكذب طبعا هذا فيلم مهم والذي نشر الحمد لله والكل فهم وتعرف على التلفيق والكذب الذي كان يساق ضد قوى الأمن الداخلي وضد قوة التعبئة وهذا ليس بعيدا عنهم فشنوا حملة علامية ضدهم وتهموهم بقتل الناس وهنا تبين بأنهم لا يحملون أي أسلحة وأنا أكد مشاهديكم الكرام بأن هناك قرار عسكري بعدم السماح لكل قوى الأمن وكذلك قوات البسيج بعدم حمل أي سلاح حربي وفقط أسعي لفض المتظاهرين وهذا الفيلم بيّن بشكل واضح بأن الإرهابيين كانوا يستهدفون قوى الأمن الداخلي وكانوا أيضا يطلبون الدعم باستخدام السلاح حربي لمواجهة الإرهابيين وهذا طبعا فضح أكاذيب الإعلام المعارض كل الشكر لك عميد علي رضا أفشار رئيس مركز أبحاث الحرب الناعمة في جامعة دفاع الوطني العليا على المشاركة طبعا في هذه الأحداث بكل تأكيد منذ البداية طرحه موضوع المرأة أي سعى العدو لتركيز على موضوع حقوق المرأة وحرية المرأة والأمور المرتبطة بالمرأة وركز عليها ولفق عليها في الوقت الذي أن أجون الإسلامي الإيران لديها مواقف واضحة فيما يتعلق بدراسة المرأة وحقوق المرأة وحرية المرأة وهذا طبعا لا يمكن مقارنته بأي بلد في العالم وأقول بذكرى من سماحة القائد في مسجد أبو ذر في بداية الثورة الذي استهدف سماحة القائد هناك فكلامه في ذلك المسجد إذا ما تابعتم كلامه وخطابه هو للدفاع عن حقوق المرأة وأن لماذا الغرب يمارس كل هذا الظلم على المرأة ويستخدمها كآدات هذا هو كلام القائد في ذلك الوقت الذي أيضا استهدفوه وحاولوا اغتيالها هذا يبين بين مواقف الجهون الإسلام الإيرانية كم هي راقية وراسخة في دعم حقوق المرأة وكم هي تختلف عن بلدان المنطقة عميد شكرا لك مشاهدين كلمة أخيرة أود أن وجه تحية لكل فريق قناة الميادين العامل في طهران هذه التحية لهم هي لأن اليوم هي إطلالة الأخيرة معكم من استوديو الميادين في طهران لكن أخيرا وليس آخرا العين ستبقى مفتوحة على المجريات في إيران لنقل الحقيقة لنقل الحق ولنقل الواقع كما هو كيف للحديث تتم إلى اللقاء موسيقى اشتركوا في القناة